موسيقى يا هلا و يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام وصلنا إلى آخر فقرات حلقة اليوم وتحديدا مع دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة تطلق دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للعبة أرض الشارقة متضمنة أبطالا وشخصيات جديدة وذلك ضمن فعاليات ترفيهية وتفاعلية تنظمها بدءا من يوم غد وتستمر لمدة ثلاثة أيام في جامعة الشارقة للحديث أكثر عن لعبة أرض الشارقة معنا اليوم المهندس خالد محمد صالح بكلام مدير تطوير الأعمال التقنية بدائرة الحكومة الإلكترونية مهندس خالد مساك الله بالخير وحياك الله معنا الله يحييك أستاذ محمد وشاكرين دعوتكم لدائرة الحكومة الإلكترونية في برنامجكم الكريم العفو العفو والله سلم قبل أن نتحدث عن هذه اللعبة أرض الشارقة دعونا نتحدث عن تطوير أعمال التقنية بدائرة الحكومة الإلكترونية يريت لو تعطينا النبذة مختصة بخصوص تطوير الأعمال التقنية هو عبارة عن قسم تابع لإدارة الخدمات المشتركة في دائرة الحكومة الإلكترونية طبعا أخوي محمد أنت عارف دائرة الحكومة الإلكترونية هي جهة خدمية تقدم خدمات للدوار الحكومية الثانية في إمارة الشارجة من خلال دليل خدمات مقسمة لأربع أقسام خدمات تابعة للبناء التحتية خدمات تابعة للاستشارات خدمات البرمجيات وخدمات التواصل والاتصال فالقسم عندنا أن الموظف يزور جهة معينة أو الجهة التي حابت تستفسر عن الخدمات التي عند دائرة الحكومة الإلكترونية نأخذ متطلباتهم نعرض عليهم الخدمات التي نحن نوفرها وبعدها نأخذها لقسم التقانيات التي لدينا ونحاول أن نوفر الخدمات لهذه الجهات أسرع وقت جميل جدا هناك تعاون بالتأكيد مع جميع الدوار في حكومة الشارجة جميل دعنا ننتقل لموضوعنا الأساسي الذي هو لعبة أرض الشارجة اللعبة هذه تعتبر لعبة الرقمية الأولى من نوعها أريد أن أعرف كيف تعتبر اللعبة الرقمية الأولى من نوعها في ذات الوقت دعنا نتحدث عن هذه اللعبة متى تم إطلاقها وما الهدف من إطلاقها طبعا أطلقت دارة الحكومة الإلكترونية لعبة أرض الشارجة خلال معرض جايتكس 2016 السنة الماضية لإبراز الدور الثقافي والتعليمي والترفيهي لإمارة الشارجة زائد أبرز المعالم السياحية في الإمارة بهدف إيصال هذه المعلومات للأطفال بطريقة مبسطة بفكرة حلوة وفكرة متميزة في نفس الوقت أن الأطفال بشكل عام نريد أن نبين لهم أهمية أربع ركائز رئيسية نحن بنين اللعبة عليها اللي هي ركيزة الاستدامة ركيزة التواصل ركيزة المجتمع وركيزة النمو فمن خلال هذه الركائز اللي هي تشكل البنية الحضارية لإمارة الشارجة ممكن الطفل يعني مثل ما نقول أنه يواكب التطور الحاصل في الإمارة وتوجهات يعني اسمو الحاكم في توفير الخدمات يعني للجهات الحكومية نعم والأطفال أن يواكبون التطور هذا اللي صاير في العالم كله متى أطلقتوا هذه اللعبة؟ في جايتكس العام الماضي العام الماضي وفرت الدائرة طبعا في منصة حكومة الشارجة في معرض جايتكس شاشات ومنصات ذكية تسمح للزوار في المعرض أن يتابعون اللعبة ويجربونها ويتعرفون على الشخصيات بشكل أكبر شخصيات بتحدثنا عنها أكيد نتعرف يعني أعرف جزء من هذه الشخصيات لكن تسمح لي أنا أستأذنك في عدنا فاصل مشاهدين الكرم فاصل ولا نعودها في يوم شتوي في مدينة الشارق الجميلة خرج سيف ليلعب مع أخته الصغيرة ميرا تسابقا معا ولعبا بالطبق الطائر وفجأة طار الطبق بعيد مثل الطير الحائر وعندها تحول يومهم العادي وبدأت الأحداث المثيرة جميل جدا إذن تابعنا يمكن فيلم مختصر عن هذه اللعبة أرض الشارجة جميل شخصيات هذه اللعبة هذه اللعبة تتكون من أربع شخصيات رئيسيته نعم الشخصية الأولى وشخصية في مدينة compost Server شخصية Unity وشخصية Titan وشخصية No Man كل شخصية لما أنك vielä أخي ومحمد نحن عدنا أربع ركائز رئيسية فكل شخصية تمثل ركيزة معينة شخصية 티نة تمثل التواصل شخصية Unity تمثل المجتمع في إمارة الشارجة شخصية Norman تمثل النمو الحاصل في إمارة الشارجة وأخيرا شخصية تونيتي تمثل المجتمع و شخصية فيرو تمثل الاستدامة جميل جدا طيب اليوم هذه اللعبة تعنى في المقام الأول أو تستهدف الأطفال صحيح؟ نعم فئة الأطفال جميل كيف يتم إيصال مثل هذه اللعبة لدى الأطفال؟ كيف بإمكان الأطفال أنهم يتواصلون مع هذه اللعبة؟ هل من تطبيق ذكي أو هل من موقع إلكتروني معين؟ حاليا اللعبة متوفرة على جميع منصات الهواتف الذكية سواء كان على أنظمة الأندرويد أو أنظمة الآيو أس و أنت عارف أخي محمد يعني ما شاء الله الأطفال في هذا الجيل لا يوجد طفل لا يوجد آيباد فنحن نستهدف الأطفال من الأشياء التي يحبونها صحيح فتعرف يعني لا يوجد بيت لا يأخذ من هاتف ذكي أو جهاز آيباد فنحن نحاول أن نواكب التطور و مثل ما ذكرت أخي محمد أن اللعبة تعتبر أول تطبيق حكومي يستهدف الأطفال و يكون بها النوعية فنحن الأطفال يحبون سؤال في الألعاب و هاي المواضيع كلها فنحن نحاول نوصل معلومات تخص الدوائر الحكومية تخص إمارة الشارجة طريقة مبسطة بحيث أنهم يتقبلونها و نحن نستهدف الأطفال من سن 9 سنوات إلى 12 سنة جميل تصميم اللعبة كيف جاء؟ أعتقد أن التصميم كان تم مراعاة فيه جوانب جدا دقيقة حتى تساعد الدوار الحكومية في الإمارة على إيصال رسائل هادفة للأطفال صحيح؟ صحيح القواعد التي ارتكزت عليها نحن لدينا أربع شخصيات وهو الهدف يعني تعرف مثلا الطفل سواء كان في إمارة الشارجة يعني هلنا نتكلم عن أطفال في إمارة الشارجة أن مثلا إذا كان ويل الأمر يداوم أو يعمل في جهة حكومية فهو الطفل لا يعرف دور الجهة الحكومية فنحن من خلال هذا التطبيق نسهل على الجهات الحكومية أنهم يتواصلون مع الأطفال و يقدمون يعني يشرحون دورهم و يشرحون فكرتهم للأطفال بطريقة مبسطة فعلى سبيل المثال لو طرقنا لموضوع ترشيد السهلاك الكهرباء و المياه فالدائرة المعنية هي هي الكهرباء و المياه الشارجة صحيح فنحن من خلال تعاوننا معهم ممكن أن نضيف بعض المعلومات المبسطة للأطفال باستخدام أحد الشخصيات الأربع المذكورة و نوصل المعلومات هذه للطفل بحيث أن يتقبلها بشكل كرتوني بشكل مميز طابع سلس معلومات مبسطة عن ترشيد السهلاك المياه مثلا جميل جدا طيب أعتقد أن هناك تحديث كذلك على اللعبة يمكن أن تطلقون التحديث الجديد خلال الفترة القادمة أحدثنا عن التفاصيل هذا التحديث و ماذا يحتوي إن شاء الله باتشر بداية من يوم غد الثلاثاء و حتى يوم الخميس ستكون هناك فعالية لإطلاق النسخة الجديدة من لعبة أرض الشارجة ستكون الفعالية في قاعة الزهري في كلية الطلاب في جامعة الشارجة سوف نطلق التحديث الجديد يطلق بعد التحسينات و بعد التعديلات التي حدثت على اللعبة بالإضافة لشخصية خامسة تضاف لسلسلة الشخصيات الموجودة في اللعبة هي شخصية كابتن الخاصة بشرطة الشارجة من الفعاليات التي ستحدث إن شاء الله باتشر سوف نعرض الفيلم الذي رأيتنا قبل قليل سوف نعرض الفيلم هذا ليس بكلها لها فقط 30 ثانية تشويق يعني جميل سوف يكون هناك عرض الفيلم زائد أماكن مخصصة لتجربة اللعبة زائد شرح اللعبة للأطفال وأولياء الأمور وبالإضافة لورشة عمل خاصة بنظام الأردوينو إن شاء الله بإذن الله جميل أعتقد أن هناك فعاليات مصاحبة ستكون مصاحبة لإطلاق هذه اللعبة وإطلاق النسخة الجديدة من اللعبة دعونا نتعرف على الفعاليات المصاحبة طبعا مثل ما ذكرت لك أخوي أن الفعاليات ستكون في جامعة الشارج إن شاء الله بداية ستكون على فترتين الفترة الصباحية ستكون خاصة لطلبة المدارس وبالنسبة للفترة المسائية ستكون خاصة لأولياء الأمور وأطفالهم يستطيعون أطفالهم ونحن من منبرهم ندعو أولياء الأمور بإصطحاب أطفالهم والاستفادة من اللعبة ويشوفون الفيلم تشويقي ويستمتعون مع أطفالهم و ستكون هناك فعاليات مصاحبة كجوائز وصحوبات إن شاء الله طبعا الفيلم سنعرض باللغتين العربية و الإنجليزية لأننا نحاول نوصل الفكرة و نوصل اللعبة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع سواء كان المتحدثين باللغة العربية و باللغة الإنجليزية مواطنين و مقيمين جميل جدا طيب مهنس خالد كذلك أتوقع من خلال التطبيق الذكي هذا بإمكانكم معرفة عدد المسجلين من عدد الذين يستخدمون هذا التطبيق الذكي هل لاحظتم بأن هذا العدد في تزايد خصوصا كما طلقتوا اللعبة في جايتكس العام الماضي 2016؟ هناك تزايد إن شاء الله و نحن نتطلع إن شاء الله بداية من يوم غد بعد أن نراوي الناس أن الإصدار الجديد و التعديلات اللي صارت نتوقع إن شاء الله في أقبال زائد على اللعبة خصوصا بعد أن فيه فيلم تشويقي يحكي قصة اللعبة إن شاء الله نلاقي حماس من أولياء الأمور و من الأطفال أنهم ينزلون اللعبة و يشاركون مع أولياء أمورهم في اللعبة إن شاء الله و الاستفادة من المعلومات الموجودة في التطبيق جميل جدا يعني فرصة نحن تقريبا مصنع الختام لكن دعونا نتعرف كذلك على جديد جديد دائرة الحكومة الإلكترونية يمكن الجديد يتعلق بفعالية يوم غد لكن ماذا عن ما بعد غد؟ إن شاء الله مثل ما قلت لك أخي محمد أن نحن نوفر خدمات إلكترونية للدوائر الحكومية صحيح و حاليا من أبرز الأنظمة التي نحن يشغلون فيها مع الدوائر الحكومية هو نظام زاج للمرسالات الرسمية نعم أن يسمح باستقبال و إرسال الرسائل بشكل إلكتروني كامل نحاول أن نبتعد قادم لا نستطيع عن الأوراق و الطرق التقليدية ياريت هذا شيء مهم جدا نعم بالإضافة أن ربط الدوائر الحكومية فيما بينها هذا شيء مهم جدا لازم تكون الدوائر الحكومية في إمارة الشارجة مربوطة مع بعضها تحت شبكة واحدة بحيث أن الكل يستفيد من الخدمات الموجودة تسهيلا على المتعاملين كذلك هذا شيء أكيد جميل جدا نحن نتمنى لكم كل التوفيق الله يسلمك أخي خالد و ما قصرته شكر موصول لك بالتأكيد مهندس خالد محمد صالح بو كلام مدير تطوير أعمال التقنية بدارة الحكومة الإلكترونية شكر لك كذلك الشكر للشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة و بقية موظفي الدائرة على الجهود شكر لكم أخي محمد و شكرا لصدفتكم للدائرة في برنامجكم و إن شاء الله لنا لقاعت أكثر بإذن الله إن شاء الله الله يحرضك إذن مشاهدينا و مع أرض لعبة أو مع لعبة أرض الشارقة نختتم فقرات حلقة برنامج أماسي لهذه الليلة دمتم في حفظ المولو وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر